سلام عليكم خوتي وخوتيتي ومرحبا بكم مجددا في قناتكم أخبار بلدي في فيديو الثالث لأهم أخبار الجزائري اليوم خوتي الفيديو تعليه يوم مجنون للغاية أخطر هاكر في العالم يرجع لبلديه الأم تشكون هذا الهاكر خوتي؟ الهاكر حمزة بالدلاج الجزائري يعود للجزائر أخيرا بعد غيابين طالة لأزيد من 13 إلى 14 سنة كثير من الناس ما أملوش هذا الخبار قريك آوه سير هذا الخبار فيه اللوش ولكن السيد من الانستغرام تعانشار هذا الفيديو بأنه عائد إلى الجزائر نتحدث عن هذا الموضوع ما الذي يعنيه هذا؟ قد تقوم الجزائر باستغلال قدورتها الخطيرة وممكن تفهموا على هذا الموضوع كما قلت لكم خوتي أيضا عدنا المزيد من الأخبار المهمة للغاية أمريكا تهدد الجزائر وتحذرها واو من يجد الخبر أحشاركم معكم هذا الفيديو أيضا بهذا الخبار أيضا الشرطة الفرنسية تصدم على جزائرية لأن هذه الجزائرية كانت تدعم في فلسطين عبر مواقع التواصل اجتماعي دخلوا للدار بشدوها للحبس سوف نوروكم بالفيديو أيضا المروك الآن ما قدرتش ترد على الدكتور محمد دومير وش دارت خوتي؟ وش دارت؟ أي بدأت تهاجم من الكوتي الأخر بدأت تهاجم الجزائر وتدعم استقلالية القبيل على الجزائر رغم أن الكثير من الجزائرين خلاص لكم تقدش تحشيه لهم قل إذا رأك أحب تحري راح تضحك وخوتي في دل الموضوع لازم تقعدوا معنا حتى الآخر بصح والمزيد من التفاصيل والمواضيع الأخرى اللي تهمكم خوتي مثل موضوع هذا السيارات كيف تم غلق الطريق على السمازرة بعد ما تريحي السيارات تقل لك زي ما راح تتحل الموضوع التاحا ولكن الموضوع أبعد من الحقيقة مهم عدنا وحد الموضوع هام بخوتي قبل ما نبدأ فيها على كل حال شوفوك في الدروة تفهموا مليح مليح لأنه ذا الأمر مهم بزف بزف أحفظكم خوتي أهبطوا واشتركونا في القناة صح هذه الخطوة الأول خذوا الزوجة فعلوا الجرس هذا ما كان ما كان لا لايك لوالو اشتركونا في القناة وبس شكرا خوتي يالله للتفاصيل نبدأ في الموضوع الأول جزائرية بطلة وجزائريين أبطال كانوا يدفعوا على قضية فلسطينية الآن في مواقع التواصل الاجتماعي ما سبوا إسرائيل ما سبوا كان صيوني كل ما كانوا يقوموا به هم يدعموا القضية الفلسطينية وش جاءوا خوتي دلهم حكموا البيسي التاحهم وحكموا الأجهزة التاحهم وقاعدتك وجاءوا رفضوهم بهم بقشهم شوفوا الفيديو هذي في فرنسا خاطية جاءوا برفضو راجلها خاتشو ولي كان يهضر في مواقع التواصل الاجتماعي قالك فيديو صادم شرطة الفرنسية تلقي القبض أنا مواطن ذو وصول جزائرية لدعمها القضية الفلسطينية على شبكة التواصل الاجتماعي أمرتوا كي تصور قلها ما تصوريش قلت له عندي الحق نتصور موسيقى هل يمكنك أن تقوم بها؟ نحن 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 نتجه بالمخضرات فقامتها على قضية الفلسطينية ويماه حجبتني أخوتي ما هذا تنشي كبيرا ما أولو حكمت تصوره وقالت لهم هاالك على الدوال الحبس وكما هي المقبل العالم الفلسطيني هذوم الجزائريين تحية منفس، تحية الجزائر تحية فلسطين تحية فلسطين تحية فالسطين تحية الجزائرات تحية فالسطين كلها فالسطين سوف ينشاء الله سوف ينشاء الله فالسطين سوف ينشاء الله فالسطين الفيديو هذا خوتي أثار غضبا عن المواقع التعصوى اجتماعي شرته الزيريين معاونين يخرجوا في احتجاجات فرنسا قلبوها الآن تم وشاكم في هذا الموضوع أيضا الاحتجاجات راي عودة ترجعة فرنسا بالحديث عن فرنسا احتجاجة بتاع فرنسا موش كمال حراك السلمي المباركة على الجزائر هذيك لبلورد والغناوش طيح لا لا الدمار الشامل الروادي تحرقوا البنيانات تحرقوا وان شاء الله فرنسا تطربك يسكوا ان شاء الله غير الجليلة عن الجزائريين اللي يحفظهم ثمك تم وشاكم في هذا الموضوع أخوتي كلنا نراكم في التعليقات لان خلونا نروح للخبر الآخر من الخبيث روحوا للأخبث روحوا للمروك مروك ما كنت حكيتكم في السابق الدكتور محمد دومير فرجنا فيهم أخوتي وبهدلهم ما نجبد لهم قضية الصحراء الغربية وكيف أن الصحراء الغربية عمرها ما كانت تابعة للمروك وش يديرون لهم خازنية بدوا يسبوه هو في شخصه ومش يفليزرقيمون يجبهم لكن هذا مش فعلهمش يعني قاعدوا خاسرين أمام الجزائر وأينا أخوتي كما علا بكم نورمال مون مروك ما تهجمش الجزائر لأن الكثير من الدول ستدافع على الصحراء الغربية ليس الجزائر في حسب بسرعة المروك عندهم حسيفة مع الجزائر بشكل خاص وسمعنا حتى مسؤولين قالوا بلحنا أصلا طبعنا مع الصحينا غير حلاجة للجزائر المروك وكيف هترد خوتي قلت هاي هاي شون سيبورتي وقضية للقبائل في الجزائر قلت لمن سيبورتي واستقلال القبائل في الجزائر وصراحة خوتي الرد هذا ولي كنت نستنى فيه لأنه هذا الرد نابغ من إنسان قاري وفاهم بلاده كديرا وفاهم الأصل تعال بلاده لك مجرد سؤال لماذا المروك يدافع عن سكان القبائل هل بسبب عرقهم إذا كان كذلك فالجزائر كلها قبائل صنهاجة كتامة وزاناتها يا أخي عشرة في العقل يعني بين قوصان خوتي يحنا الجزائر كلنا أصلنا واحد البعض مننا قاعد تشاهد في اللغة والأصل التيعه القبائلي أمازيغي والبعض الأخر تعرب لكن الدم والأصل قاعد تلك الجزائر أمازيغ هذه نقراوها في كتب التاريخ نقراوها في الابتداء وزيد نقراوها في المتوسط يقول لك أصل الجزائر أمازيغي ولغتنا العربية وعدنا أيضا للغة الأمازيغية وديننا الإسلام هذا هي حاجة ما حتفرق بيناتنا إذن انتكرك تقول نحرر قبيل تقول لي نحرر روحي أنا عربي ما عش نظر قبيلي يا أخوتي ولكنني أمازيغي سمع كيفي أنا نتحرر من روحي ما فهمتش هذا التقنية بدأت تستخدمها المروق بشي هجمو بها الجزائر يقول لك ممثل المروق في اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار لم تجد ما تجيب به على دمير فراحت تستعمل ورقة القبائل اليوم والمطالبة بحق تقريري ما صير القبائل ونحن وننتظر بحثة الأمم اللي تنظيم استفتاء تفضلوا وروحون ننحن في يديكم ورون نحن خلينا خاوتي ندخل في موضوع قبائل والله كنت حد تدخل فيه عندي مدة وارواحي ندير واحد للستاتيستيكس رح يحييركم اللي استاتيستيكس خاوتي منتكم ما حت تدخلحوا تقولوا باللي أو ما شافش حدبت وشاف حد بدخوها حلا بانكم خاوتي احنا في شمال افريقيا تونس الماروك تزير ليبيا ومريطانيا قاعدنا القبائل قاعدتك في بلادنا كما قلت لكم من هالي جاء الإسلام وجاء العرب وقال عربوا بعض القبائل ولكن الأصل والجنسية والدم التاني يبعد كله قبائل شمال افريقيا لو كنت رح تدير تحليل الدم تقول رح يقبلي الدم تعالي العرب ما عندكش بزيف حتى واذا كنت تدر غال عربية ما تدرش قبيلية واذا لك مكذب نروح تدير ديناي تيست تقدر تديرها ولكن الشي دول موضوع تعالي خاوتي خلينا نشوفه تزير شحل فيها عدد القبائل والمروك شحل فيها عدد القبائل يلا نشوفه مع بعض سقسيت الجي بي تي قلت لها كين امازيغ في كامل بلدان شمال افريقيا صحيح قلت لها جوب اختصاق قلت لي نعم يوجد امازيغ في جميع بلدان شمال افريقيا بما في ذلك المغرب الجزائر تونس ليبيا موريطانيا اروح وفجعكم خاوتي اروح وفجعكم قلت لها من بين هذه الدول المغرب الجزائر تونس ليبيا وموريطانيا من هي الدولة ذات اعلى تعداد المازيغ عسو objection لي الدولة ذات اعلى تعداد المازيغ هي المغرب المغرب عند مقبائل الكثير من تزير يا خاوتي قال رك يقدر عدد المازيغ هناك يعني في المروك من ربعين الخمسين بالمئة من إجمال السكان نص المروك نصهم وهم يشكلون أكبر تجمع إفريقي في شمال إفريقيا ما كان حتى دولة عندهم القبيل كما المروك يعني هذو حمير قسم بالله غير حمير خوتي عندهم قبيل أكثر مننا يجين يقولون حرهم يا خلاص حرهم أنتم أقبل يا سيدي زيت جبتكم بلك النسبة المئوية ما تصلحش جبتكم العدد التحهم بالأرقام قلتم كم عددهم في المغرب مقارنة بالجزائر في المغرب يقدر عدد الأمازيغ بحوالي 14 حتى لل 16 مليون نسمة أي 40 حتى 50 بالمئة من إجمال السكان أما في الجزائر فيقدر عدد الأمازيغ بحوالي ما العاشرة لل 12 مليون عدد القبيل تاع المروك 16 مليون وعدد القبيل تاع الجزائر 10 مليون شكون الدولة اللي عندهم بزيف قبيل المروك قال لك القبيل من الجزائر يمثل 25 حتى 30 بالمئة من السكان قال لك رغم أن هذه الأرقام تقديرية إلى أن المغرب يعتبر الأكثر تعدادا للأمازيغ مقارنة بالجزائر رملايا الحمير تاع المروك يا أحمر ما أنجبته المروك التومة جاية تقولوا أنها حرروا قبيل على ما تحرروا مش التومة لا خاش عندكم من الأقبيل أكثر مننا مروك خوتي بيع جيتها من كل جهة محتلة القبيل محتلة أيضا الصحراء الغربية محتلة جمهورية الريف بلادها محتلة من طرف السبتة ومليلية سمعوا لي خوتي بريزيني هذا الموضوع ولكنتم مشاكم في هذا الموضوع قلونا عليكم في التعليقات خلنا مقبيل وارغوا نروحوا لأهم خبرين في هذا الفيديو خوتي وهو عودة مرعب أعداء الجزائر حمزة بندلاج الهاكر الجزائري العظيم هذا حمزة خوتي حمزة بندلاج كنت رحوا تحاوسوا عليه الآن في اليوتيوب تلقيه قنوات أمريكية بريطانية أجنبية كبيرة تتحدث عنها حمزة بندلاج قدري قرصن مش قرصن مواقع حكا صغيرة يبيعوا كراسة لا لا خوتي قرصن بونوك بونوك إسرائيلية صيونية أمريكية فنصية بأكملها قدري قرصنها واش دير حكمتوا كدرناهم كان لديهم ليه وكان بعض النقود يبعثها من أجل دعم فلسطين ومساعدتهم يعني كان يتبرع بهم لفلسطين جمعيات الخيرية ذكروا كان السقسي جي بيتي شكون حمزة بندلاج تعارفه قلت لجي بيتي قلت لتعارفه حمزة بندلاج قلت لي نعم حمزة بندلاج هو هاكر جزائري اشتهر في العالم الإلكتروني بعد أن قام باختراق العديد من البونوك سمعوا خوتي اختراق البونوك والشركة الكبرى في 88 لا لا والشركة الكبرى ولد في 88 يعني زجان صغير ويا لطيف وكشح تأمنوا خوتي قلت لها صحة شحال قدر يدي هذا حمزة بندلاج من البونوك هذه شحال قدر يدي درهم شحال قلولي خوتي ربعة مليار دولار عبكم شمعت ربعة مليار دولار الثروة تعرب راب بأكملها تساوي ربعة مليار دولار السيد قدر يديها في بضعة سنوات اموجينيو لكن للأسف تم القبض عليه نعم للأسف ما كانش يسرق لي لي ولا المسلمين كان يسرق للصهاين يستاهلوا وكان يعطيها أصلا الفلسطيني وكان يتبرع بها للناس المحتاجة اتخيلوا خوتي هذا المخلوق وكيف حاكموه زيت كنيات حاك شوف هذا راح عاود رجع للجزائر وكيف عرفنا بالرجع للجزائر خوتي هو انشر على الانستغرام لانه المحبين تاعوا عندهم الانستغرام هذه الصورة حمزة بندلاج وهذه الصورة تاعوا كيرا راجع للجزائر مع عالم الجزائر قال لك بعد استكماله لسنوات سجنه بالولايات المتحدة الأمريكية يعني عقب ثمك ربما 15 سنة عقب منها 13 سنة فقط نشر الهاكر الجزائري حمزة بندلاج أمس الصورة له وهو في طريقه نحو أرض الوطن يعني نحو الجزائر وتداولا رواد مواقع توصل الاجتماعية خبر عودة الهاكر حمزة بندلاج عن نطاق واسع وعن فرحته من عودته لأحضان عائلته حمزة بندلاج الآن في عمره 36 سنة وهو أحد أخطر عشرة هاكرس في العالم يعني إلى الآن مزل من أخطر الهاكرس في الجزائر وخليني يقولكم خوتي مدام أمريكا طلقته راح تراقبوا 24 ساعة راح يديروا لخدامين حياتهم والمهمة تحهم في هذه الحياة يراقبوا التحركات التعو وأنا أظن خوتي أنه هذا أقوى سلاح تحصل عليه الجزائر لو كان تعرف فتستغله لو كان يعرف الجيش الجزائري كيف يستغله وخوتي ساي مجدوش نحاوسوا الأمن السيبراني هاولي قدامكم ويا ربي راني ندعي من قلبي الجزائر ما تضيعش هذا الموهبة وما تضيعش هذا القوة يعني هذه القوة أكبر من النووي والله العظيم نضمن لكم أخوتي أكبر من النووي نعم تم وشاكم في هذا الموضوع شاكم في هذا الخبر كلنا نراكم في التعليقات بخصوص أمريكا انتشر فيديو مؤخرا يظهر زعمة أن أمريكا تهدد الجزائر حسب بخابير مروكي شوفوا الفيديو هذا أخوتي ولعت إذن هنا أمريكا بهذا التحذير تدعو الجزائر إلى تغيير سلوخ هاي المرة راح تصدمنا وتثبتنا كلامات المعلومات التي تصربت حذرت الجزائر دار التحذير مباشر للجزائر ونرى لأنه سنرى من بعد جوجة الصور كان لقاء الخارجية الأمريكية مع عطف هناك صور في أدلة انزل فيها لكن الصور والأدلة وحكمنا أمريكا تهدد وتبعث الأخرى دعونا نرى نرى القاءة العطف هناك صورة ما صورة زعمة؟ تعيمة خليف هناك صورة شايف شايف بالحين انت هل تفقص لكن تفقص لا 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 شكرا لا ك ستنع لا و ترك تبهدل فينا حيش بدنا الصور نحن الآن كنتشويش على العمال كنتشويش على الصور مقرراش أننا نحاولو نوريكم الصورة كيف تجويش يا رب الصورة إذا عندك في البي سي تقدر توريها للناس قاع أخاوتي هذي يثبتوكم النيفو تاع المرار كامورة مواصلة إذا ما حاب يجبد الدليل باللي المروكرا يتهدد فينا اللي يروحوا باللي معدو حتى دليل لا غريطون دي بارك اللي يروحوا في وسط اللايف يكذب تمشركوا وخاوتي في هذا الموضوع وفي الأخبار اللي شاركناها معاكم في هذا الفيديو كنا في تعليقات للأسف ما كفناش الوقت نشاركوا معاكم بقية الأخبار لكن ما تقلقوش عدنا الوقت نشاركوها معاكم في وقت آخر بإذن الله المهم هكذا أنا وستننا لنهاية الفيديو إذا عجبكم الفيديو وخاوتي الله اشتركونا في القناة وفعلوا الجرس وانتظرونا مع المزيد من الأخبار شكرا على المشاهدة وإلى اللقاء